اشهر طويلة مرت على استشهاد عشرات المتظاهرين برصاص القوات الحكومية بعد ان خرجوا للمطالبة بحقوقهم المسلوبة بصدور عارية امام الرصاص والقنابل دون ان يلاحق القتلة مصطفى الازيرجاوي شاب في مقتبل العمر اخرجه الظلم الذي عم العراقيين لكنه كان على موعد مع رصاصة خرجت من مندقية حماة الوطن كما يسمون انفسهم ازهقت روحه والد مصطفى طالب بمحاكمة قتلة ولده الذي مضى على استشهاده تسعة اشهر ورغم هذه المدة الطويلة لم يزر عائلته احد من المسؤولين محملا القوات الحكومية في محافظة ذيقار مسؤولية قتل ولده ويقول انه يمتلك ادلة دامغة على ذلك انا اطلب من رئيس الوزراء الكاظمي انه لازم يعني عجل موضوع القتل والمجرمين اللي قتلوا اولادنا بدم بارد طبعا اكو شغلة خلنا اقلك بيها طبعا احنا صارنا تسعة تشهر اولادنا ماتت ما احد ايجانا وما احد حتشويانا وما احد خذ من خواطرنا كحكومة محلية او حكومة مركزية تعرف حكومة عادل عبد المهدي ورما قتلتهم كانت حكومة تسويف اولادنا قتلتهم القوات الحكومية ومعروفين وموجودين هنا بالناصرية والقوات هاي موجودة ومشخصة ومعينة وعلى قضيتي انا بالنسبة خليص مع رئيس الوزراء الكاظمي وخليص مع المسؤولين بالدولة ووزير الداخلية الحالي احنا ذول السوات مشتكين عليهم وكلهم يظهرون بالاقراص وعدنا شهود عليهم والمبارز الجرمية موجودة اصدقاء مصطفى لا زالوا يذكرونه بالدموع ويتحسرون على الاوقات التي كانوا يقضونها معا في التظاهرات التي كان مصطفى سباقا اليها ولم يترك يوما منها منذ انطلاقها الا وخرج للتظاهر صداقتنا احنا كنا خمسة اصدقاء نطلع سوى يعني قاعدتنا سوى كان اكثر واحد بنا يضحك وشول كانت جزمة اكثر واحد يطلع مظاهرات بدأت من يوم 11 نطلع مظاهرات نطلع مظاهرات كان هو يعني من يوم 11 لحد 28 نطلع مظاهرات ولا يوم ما اجي كان يصور بجهازة ينشر هواي فيديوهات صورها للمتظاهرين مصطفى الازيرجاوي واحد من عشرات قتلتهم القوات الحكومية ولم تبقى الا ذكرهم وصورهم المعلقة على الجدران لتحكي حقبة اشتد فيها الظلم على العراقيين وهم يكافحون للحصول على حقوقهم المسلوبة